السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي كيميا للصف الثاني المتوسط عندي الدرس الثاني القواعد صفحة 76 الفكرة الرئيسة القواعد مركبات كيميائية ذات طعم مر وملمس زلق تستعمل نستعمل الكثير منها في حياة يومية بوضعها مواد غذائية وصناعية هذا تعريف القواعد يقولك شن القواعد نستعمل في حياتنا اليومية الكثير من المواد ومنها منظفات المنزل والصابون والشامبو عند غسلك ليدك فو فمك بالصابون بعد وجبة الطعام ماذا نلاحظ أنك سمعت بالقلي هيدروكسيد الصوديوم والمادة البيضاء التي تضاف إلى الدهون في صناعة الصابون والمنظفات والجير المطفئ وهايدروكسيد الكاريسيوم المستخدم في طلاء سيقان الأشجار لحمايتها من الحشرات أن مثل هذه المواد تسمى بالقواعد أن صادر الخبز والصوب والصابون ومعجون الأسنان أمثل على القواعد التي تكون ذات ملمس زلق يقول لك نطيني مثال عن القواعد كلها صادر الخبز والصابون ومعجون الأسنان القواعد تستعمل في حياتنا في إنتاج مواد التنظيف والأسمدة ومواد حافظة في صناعة المواد الغذائية وفي الصناعات الطبية لصناعة الأدوية لعلاج عسر الهضو والقرحة والحموضة المعوية كما تضاف القواعد بوصفها لمعالجة مشكلة الصرف الصحي إذن هذه استعمالات القواعد هذا يش أقول عليه خلنا نكتب عليه استعمالات القواعد استعمالاته أزين فالقواعد تمتاز بطعمها المر اللاذع والملمس الدهن الناعم الزلق كالصابون أطلق العالم روبورت بوير طبعا هنا تعريف القاعدة أقول له وهي مصطلح على المادة ذات الملمس الزلق وتحول ورقة ورقة زهرة الشمس من اللون الأحمر إلى الأزرق توصل العالم لا توصل العالم رينوس إلى أن القاعدة مركب عندما يذوب في الماء يتأين ويحرر آيون الهايدروكسيل السالب OH سالب وأيون آخر موجب NAOH يطلع عندنا NA موجب زائد OH سالب ظهور الصفات القاعدية سببه تحرر آيونات الهايدروكسيل OH السالب عند تأين القاعدة في الماء تسمية القواعد لكي تتعرف إلى القواعد عليك معرفة تركيبة وممن تتكون القواعد الهايدروكسيلية تركب آيون هايدروكسيل OH سالب آيون موجب وهي هذه التسمية مثل عندنا لفظة هايدروكسيل زائد اسم الآيون الموجب للفلس هايدروكسيد البوتاسيوم هايدروكسيد البوتاسيوم يعني هايدروكسيد زائد البوتاسيوم KOH هايدروكسيد الصوديوم هايدروكسين زائد الصوديوم NAOH هايدروكسيد الكاليسيوم هايدروكسيد زائد الكاليسيوم CAOH2 هناك قواعد لا يدخل في تركيب ايون الهايدروكسيل لكنها تفاعل مع الماء لتكوينه فتسمى سائل الامونية هذا سائل الامونية تعريفة وهو القاعدة الذي لا يدخل فيه تركيبها ايون هيدروكسيل ولكنها تتفاعل مع الماء حتى يكونها سم المركبات الاتية M-A-O-H-2 هيدروكسيد الماغنيسيوم M-A-O-H-2 هيدروكسيد الليثيوم L-A-A-O-H وهيدروكسيد الألمنيوم A-L-O-H-3 أنواع القواعد نقول لك عدة أنواع القواعد ما هي أنواع القواعد أولا نعم أولا قاعدة حادية الهايدروكسيد تتكون في تركيبها من مجموعة هيدروكسيل واحدة قابلة لتعين في الماء مثل هيدروكسيد الصوديوم K-O-H وهيدروكسيد البوتاسيوم N-A-O-H K-O-H-U-N-A-O-H هذين المعادلات قاعدة ثنائية الهايدروكسيد الليثي تتكون من مجموعتين هيدروكسيت قابلة لتعين في الماء مثل هيدروكسيد الكاريسوم C-A-O-H-2 أو هذه المعادلة قاعدة ثلاثية الهايدروكسيد ليتكون جزئئتها جزئئها من ثلاث مجامع هيدروكسيد قابلة لتعين في الماء مثل هيدروكسيد الألمنيوم A-L-O-H-3 وهذه المعادلة موسيقى